بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفعيل التوجهات الملكية السامية المتعلقة برش تعميم تغطية صحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة عملت الحكومة على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميل القانون رقم 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية يقدمه سي الوزير وتهدف تعديلات المدرجة بمجاب مشروع القانون المعروض أمام أنظركم اليوم إلى إحداث تأمين إجباري أساسي عن المغاربة موحد لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية ولتوفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد تعتمد الحكومة من جهة على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ومن جهة أخرى على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها وبذلك وبتنفيدا للأجندة الملكية السامية تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية قبل ما تم هذه السنة من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام الرميد كما قال سيدنا الله يصرف مع نهاية 2022 الأسر المحتاجة التي تستفد من الرميد ستتعزز المكتسبة بتعميم تأمين الإجباري على المرض على جميع المغاربة كيف سيكون هذا الشيء من خلال أولا الانتزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسة الصحية لسيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة ومن خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظف الدولة وأجراء القطع الخاص داخل المؤسسات الصحية الخاصة ويؤهل للاستفادة من نظام تأمين الإجبار الأساسي بتكفول من الدولة وفقا لمبدأ التضامن الأشخاص المقيدون بالشجل الاجتماعي الموحد في حد أقصى ما تم سنة 2023 والذي تبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك هذا وستواصل الحكومة عملها للوفاء بالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة سواء على مستوى واشتعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية وأخيرا لا تفوتني المناسبة للإشادة بنجاح الدخول المدرسي في مختلف الأقاليم التي ساهمت فيه الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها من أطور تربوية وإدارية وتقنية كما أنوه بهذه المناسبة بأمهات وأباء وأولياء التلاميذ على انخيراتهم الفعال في إنجاح الدخول المدرسي ويكتسي الدخول المدرسي 2022-2023 أهمية خاصة حيث سيعرف الانطلاق الفعلية لخارطة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في أفق سنة 2026 تماشيا مع مخرجات المشاورات الوطنية التي تم إطلاقها منذ شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني ويتفضل السيد وزير الطبيعي والتعليم الأولي ورياضة اليوم بتقديم عرض حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي وبالختام اغتنموا هذه الفوصة للتدكير بحرص الحكومة على ضمان استقار أتمينات الكتب المدرسية رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطبعة بفضل دعمها المالي للناشرين بميزانيات 155 مليون ديال الدرهم شكرا لكم السلام عليكم وحمد الله موسيقى